نشرة الأخبار من قناة الدي دابليو في برلين ونستهل بعنوينها مفاوضات صعبة في مجلس الأمن ومحادثات مكثفة بين وفد حركة حماس والمخابرات المصرية من أجل التوصل إلى هدنة جديدة في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي يواصل قصفه وعملياته العسكرية في القطاع إسرائيل تؤكد إطلاق نحو ثلاثين صاروخاً من قطاع غزة على وسط أراضيها وجنوبها وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب تصاعد أعمال القتال في السودان والمنظمات الإنسانية المعنية تشكو من صعوبة الوصول إلى المنكوبين والمتضررين من المعارك أهلاً بكم نبدأ من القاهرة حيث تتواصل المحادثات المكثفة بين وفد حركة حماس والمخابرات العامة المصرية من أجل التوصل إلى هدنة جديدة في قطاع غزة وتتناول النقاشات وقف الحرب الدائرة منذ 76 يوماً تمهيداً لصفقة تبادل أسرى وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وإدخال المساعدات وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع وعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم في غزة وشمال القطاع وفي غضون ذلك أعلنت الفصائل الفلسطينية رفضها أي محادثات أو صفقات بشأن تبادل المحتجزين الإسرائيليين إلا بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة حسب ما جاء في بيان نشرته حركة حماس وواصل الجيش الإسرائيلي قصفه قطاع غزة وبخاصة في خان يونس كبرى مدن جنوب القطاع المحاصر وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية ضربت 230 هدفا في القطاع الفلسطيني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وقالت حكومة حماس إن غارة إسرائيلية استهدفت معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة أيضا مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص من بينهم مدير المعبر وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة القتل الفلسطينيين منذ بداية الحرب قد ارتفعت إلى عشرين ألف قتيل على الأقل من بينهم ما لا يقل عن ثمانية آلاف طفل وستة آلاف ومئتي امرأة ونشر الجيش الإسرائيلي مشاهد قال إنها لشبكة من الأنفاق يستخدمها كبار قادة حماس التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية جنود إسرائيليون يتفقدون مبان قيل بأنها في مدينة غزة هم يقولون بأنهم اكتشفوا مداخل لما يزعمون بأنها غرف سرية يستخدمها قادة حماس في عدة مواقع مجمع يحتوي على نسخ من القرآن التي يمكن رؤيتها هناك في تلك المنطقة أرى كتابات على الجدران وهناك سجاد على الأرض ربما مكان للصلاة وهناك أنابيب معدنية مستديرة الجيش يقول إن جنوده اكتشفوا كذلك ممرات تشير إلى شبكة واسعة من الأنفاق هناك صندوق كهرباء يمكن فتحه لقد كان مغلقاً هذا في الواقع باب وليس الجزء الخلفي للصدوق الذي يصل إلى حجة تؤدي إلى ممر أنفاق في الأسفل ولعل أهم اكتشاف هو هذا المكان الذي يعتقدون أن قائد حماس في غزة يحيى السنوار استخدمه شخصياً السنوار يظهر هنا في مقطع فيديو قديم إنه متهم بكونه أحد العقول المدبرة لهجمات السابع من أكتوبر الإرهابية واغتياله هو من أهم أهداف إسرائيل في غزة وبينما تتقدم القوات البرية الإسرائيلية ويستمر القصف أصدرت إسرائيل أوامر إخلاء جديدة لمدينة خان يونس في الجنوب والتي تقول أن السنوار يختبئ فيها معاناة الفلسطينيين في القطاع أدت إلى تزايد الضغوط الدولية من أجل وقف القتال ولكن إسرائيل مسرة على مواصلة عمليتها سنواصل الحرب حتى النهاية سنستمر حتى النصر وحتى يتم القضاء على حماس أولئك الذين يعتقدون بأننا سنتوقف هم منفصلون عن الواقع لن نتوقف وعلى الرغم من إجراء محادثات في مصر بوساطة قطرية فإن حماس تؤكد بأنها لن تجري أي محادثات حول تبادل السجناء إلا بعد انتهاء ما وصفته بالعدوان الإسرائيلية وعن طبيعة الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة في ظل عدم التوصل إلى هدنة إنسانية وفان الصحفي عادل زعنون بهذه الرسالة المصورة يعني العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة للأسبوع الثالث على التوالي في جنوب القطاع الجيش الإسرائيلي ووسع من هذه العملية في خليونس ومحيطها اليوم وطلب الجيش من نحو 250 ألف فلسطيني النزوح ومغادرة منازلهم باتجاه رفح لكن هناك عدة آلاف فقط هم الذين غادروا هذه المناطق التي تشهد ضربات على مدار الساعة ضربات مدفعية وأحيانا من الطائرات الحربية هؤلاء المواطنون الأعداد تعتبر محدودة الذين وصلوا إلى الرفح على اعتبار أن التنقل بين رفح وخليونس في غاية الخطر وقد يتعرض هؤلاء المواطنون للإصابة هذا من جهة ومن جهة ثانية الأوضاع الإنسانية الكارثية في رفح في ظل لا خيام ممكن أن توي هذه الأعداد الكبيرة ولا طعام ولا شراب ولا أيضا كهرباء وعشرات آلاف المواطنين من النازحين في الأسابيع الماضية لا زالوا يقيمون في خيام أو شبه خيام في الطرقات والشوارع والملاعب ذكرت تقارير إسرائيلية أنه تم إطلاق نحو ثلاثين صاروخا من قطاع غزة على وسط إسرائيل وجنوبها مما يعد أكبر وابل من الصواريخ يستهدف إسرائيل في الأيام القليلة الماضية هذا ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب بينما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية إثر اعتراض الصواريخ وسقوط بعض شضاياها على جنوب تل أبيب يأتي هذا في وقت يعتقد فيه أن سيطرة الجيش الإسرائيلي على أنحاء عدة في غزة تقيد قدرة المسلحين الفلسطينيين على إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل أظهر تقرير لمجلة بلاس 972 غير الربحية التي تديرها مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين والإسرائيليين أن النظام الذكاء الاصطناعي الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي مسؤول جزئيا عن ارتفاع عدد القتل بين المدنيين في قطاع غزة وحسب الجيش الإسرائيلي فإن نظام الذكاء الاصطناعي الذي يسمى الإنجيل قادر على تحديد الأهداف بسرعة فائقة وتكبيد العدو خسائر كبيرة وتقليل الأضرار بالنسبة للمدنيين غير المشاركين غير أن المجلة تقول إنها كشفت عن أدلة تفيد بأنه لا يتم التحقق من بيانات الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان وإن إسرائيل قد خففت قيودها فيما يتعلق بالإصابات في صفوف المدنيين في غزة هذا ما صرح به يوفال أبرهام وهو أحد المرسلين الذين أعدوا التقرير الجديد وذلك في حديث مع الدي دابليو يستخدم الجيش بشكل متزايد الذكاء الاصطناعي وبرامج الأتمتة لتحديد أهداف في غزة وتصف المصادر عملية تحديد الأهداف بأنها تتم بطريقة شبهة ألية هناك إشراف من البشر ولكن وفقاً للمصادر فإنهم غالباً لا يقضون الكثير من الوقت في النظر إلا الأهداف التي تقصف ولا ينصب التركيز على جودة الأهداف بل على كميتها وذلك وفقاً للمصادر التي شاركت في عملية الأتمتة هذا وينضم إلينا الآن من حيفا الكاتب والمحلل السياسي وفشتيرن سيد شتيرن في القاهرة تجري مثلما تعلم مفاوضات بين حركة حماس والمخابرات المصرية من أجل هدنة جديدة ما موقف الحكومة الإسرائيلية من هذه الهدنة؟ الموقف الإسرائيلي كما نشر جزئياً في وسائل الإعلام يقول أن إسرائيل مستعدة وتسعى إلى هدنة مؤقتة وصفقة تبادل الأسرى ومخطفين ولكن كما يبدو ما هو مهم في هذه النقطة في هذه النقطة الزمنية هو رفض حماس لتفاوض هذا ما أعلنه الطرف الفلسطيني هم يرفضون التفاوض طالما هناك حرب فمن أجل التفاوض هم يطالبون بوقف الحرب بشكل كلي وهذا طبعاً يعرقل أي مساعي لتفاوض ووصول إلى هدنة جديدة في هذه الدقائق الأخيرة نشرت حركة حماس صور لثلاثة إسرائيليين مخطفين صورتهم وهم في الأسر عندها وبعد ذلك تم قتلهم أعتقد أن معظمهم نقلوا إلى إسرائيل كجثث وهذا ضمن الحرب النفسية التي تدقدها حركة حماس على العلات هم الأمل والتوقعات لدى حماس هو أنه الضغط الداخلي على الحكومة لوقف الحرب والوصول إلى صفقة جديدة يغير اللوداء سيد شتيرن إذا ظلت قضية الرهائن الإسرائيليين في غزة عالقة فهل ستبقى حكومة نتنياهو متماسكة في رأيك؟ حسب رأيي نعم أعتقد أن هذا الضغط على هذه الحكومة لا يصل إلى مستوى الإطاحة بهذه الحكومة أعتقد أن الحكومة مستكرة حاليا وتحظى بأغلبية كبيرة جدا في الكنيسة وحتى المظاهرات ضدها المطالبة بوقف الحرب وإجراء صفقة للإفراج المخطفين لا تصل إلى تهديد على مستقبل هذه الحكومة أعتقد أننا سنرى أحداث سياسية جديدة وربما الإطاحة بهذه الحكومة فقط عندما تصل هذه الحرب إلى مراحل متقدمة جدا وأنا لا أعتقد أن هناك الآن حديثا هذه النقطة الكاتب والمحلل السياسي أفشتيرن كنت معنا من حيفا مباشرة شكرا لك شكرا في الوقت نفسه يشهد مجلس الأمن الدولي مفاوضات صعبة ومكثفة بعدما أرجأ منذ بداية الأسبوع التصويت على قرار يهدف إلى تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وبينما يعكف المجلس على صياغة خطة جديدة لزيادة المساعدات من المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية مجددا حق الفيتو ضد مشروع القرار إذ قالت واشنطن إن هناك مخاوفة وصفتها بالخطيرة وواسعة النطاق من أن المسودة الحالية لقرار مجلس الأمن الدولي الهادف إلى زيادة المساعدات المقدمة إلى غزة قد تؤدي في الواقع إلى إبطاء وصول المساعدات وفق البيت الأبيض وينضم إلينا الآن من لندن الكاتب والصحفي محمد قواص سيد قواص حماس تصر على وقف دائم لإطلاق النار بينما ترفض إسرائيل ذلك ما مآل الجهود الدبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار تحياتي لك نحن طبعا في بداية مرحلة جديدة من المفاوضات وبداية صعبة لهذه المفاوضات لأنه الصقوف عالي لدى الطرفين الطرف حماس يريد مفاوضات تؤدي إلى وقف الحرب نهائيا مقابل إفراج عن الرهائن بالمقابل إسرائيل حتى أشعار آخر برئاسة بنامي نتنياهو هدفها الرئيسي وإكمال الحرب بالقضاء على حماس وأعتقد أن إسرائيل مذات مستفيدة من الدعم الأمريكي وكما تلاحظون مداورات المجلس الأمن لا تصل إلى مآلات إيجابية بسبب هذا الموقف الأمريكي الذي حتى الآن لن يصدر لا عن البيت الأبيض ولا عن أي مؤسسة أمريكية أي طلب بوقفة لقنار وإنهاء هذه الحرب وكيف تتوقع سيد قواص نتائج جلسة مجلس الأمن بعدما تم تأجيلها بخصوص الهدن في غزة؟ مازلت أعتقد أن الأمور لن تصل إلى خواتيم نهائية وأن إمكانية التأجيل مازالت واردة الولايات المتحدة لا تريد أن تتورك من جديد في استخدام حق النقد ضد القرار لأنها أصبحت معزولة هي وحدها التي وقفت ضد القرار في جلسة مجلس الأمن السابقة وبالطبع لا تريد أن تكون في هذا الموقع على المستوى الرأي العام الداخلي كما الرأي العام الدولي وليس لديها سلاح آخر غير طلب التأجيل من أجل تغيير في هذا النص أو في هذه الجملة أو في هذا التعبير لكي لا يكون النص معاد حتى الآن للعملية العسكرية التي تقول بها إسرائيل هناك مراقبون يرون أن طرح حماس ليس واقعيا ما هو الطرح الأقرب من الواقع في نظرك؟ أعتقد أن عندما يبدأ المفاوضون بالتفاوض يطرحون السقوش العالية للتراجع عنها فعلا لا يمكننا أن نتصور أن إسرائيل ستوقف الحرب ومن أجل الاستجابة لمطالب حماس التي ستعتبر بشكل أو بآخر انتصار لحماس أعتقد أن هناك ضغوط داخلية في غزة تضغط على حماس هذه الأكلاف والأوجاع الدموية تدفع حماس إلى أن تتراجع عن بعض شروطها بالمقابل أيضا هناك ضغوط تحدثتم عنها في الداخل الإسرائيلي كما هناك ضغوط خارجية أيضا على حماس وعلى إسرائيل من أجل الفضول بنوعا ما من الاتفاق الجديد الاتفاق الجديد قد يكون تكبير عدد المفرج عنهم من الفلسطينيين وربما كما ونوعا مقابل مساحة أو مدة أكبر لهدنة إنسانية قد تتطور بفضل تآلف دولي أمريكي أوروبي وعربي إقليمي للتوصل فعلا إلى الوقت ويطلق النقر الكاتب والصحفي محمد قواص كنت معنا من لندن مباشرة شكرا لك شكرا لك ننتقل إلى السودان الذي يشهد أعمالا قتالية متصاعدة أن زادت من صعوبة عمل المنظمات الإنسانية المعنية بمساعدة المنكوبين والمتضررين من المعارك كما زادت الحرب المحتدمة من خطورة عمل الصحفيين الذين يقدمون تقاريرهم من أنحاء متعددة من السودان لكن مراسلة الدي دابليو ماريال مولر نجحت في الوصول إلى جنوب البلاد إلى جبال النوبة النائية التي يسيطر عليها المتمردون وتلجأ إليها أعداد متزايدة من الناس بحثا عن الأمان هذه المناطق النائية من السودان تحولت إلى ملاذ للفارين من الحرب ويمكن لبعضهم الآن أن يروي قصصها لنروي قصصهم كان لابد لنا من دخول السودان بشكل غير قانوني عبر جنوب السودان والوصول إلى منطقة جبال النوبة النائية نقاط التفتيش تخضع لحراسة الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال المتمردة تقاتل الحركة الحكومة السودانية منذ ما يقرب من أربعين عاماً تطالب بالعلمانية وتقرير المصير والآن أوقدت الحرب شرارة هذا الصراع القديم من جديد لأننا نرافق منظمة كعب أنمور الألمانية غير الحكومية فقد سمح لنا بالمرور بعد قطع ثماني ساعات بالسيارة وصلنا إلى مخيم أغيري آلاف النازحين داخلياً لجأوا إلى هنا من بينهم حنى حمودة نقلت إلى المستشفى وعندما استيقظت من عملية بتر ساقها أخبرها الأطباء بأنها فقدت طفليها عواطف وأبرار أيضاً عمر أحدهما عامين والآخر أربعة أعوام حوالي ربع مليون شخص وصلوا إلى هذه المنطقة النائية هذه الكنيسة المحلية في جبال النوبة لعبت دوراً حاسماً في توفير الملاذ الآمن العديد من الناس هنا يقولون اليوم إن عليهم أن يشكروا هذا الرجل الذي أنقض حياتهم إنه القص موسى كودي فبعد أسابيع قليلة من اندلاع القتال قام بتأمين 23 حافلة نقلت 1500 من سكان الخرطوم إلى جبال النوبة بأمان شعبنا تشتت، شعبنا مات، الناس لم يكن لديهم طعام، الحافلة كانت تقل عدداً أكبر من العدد الذي يفترض أن تحمله لأن الناس فروا من هناك ولم يتمكنوا من البقاء لذلك ملأنا الحافلة بالنازحين الذين عانى كثير منهم من الجوع في الطريق الناس في هذه المنطقة مضطرون للعيش دون مساعدة عشرة ألاف شخص تقريباً لجأوا إلى هذا المخيم حيث يشعرون بالأمان لكنهم يفتقرون إلى المياه النظيفة والغباء المناسب والمأوى كما أن المنشأة الطبية الوحيدة في المنطقة لا تحتوي على ما يكفي من الأدوية على الرغم من كل ما مرت به فإن حنة حمودة مصرة على مواصلة الكفاح خاصة وأن لديها طفلين آخرين تعتني بهما أنا أكافح لتأمين تعليمهما ومن أجل أن يكون سعداء لا أريدهما أن يشعروا بأنه ليس لديهما أم مناسبة تعتني بهما لهذا السبب أجعلهما يشاركاني في الأعمال اليومية حتى لا يشعروا بأنهما فقد أمهما بما أن الحرب ما زالت مستمرة فإن كثيرا من قصص المتضررين بدأت الآن بالظهور ولكن من الواضح بأن تداعية القتال ستؤثر على الجيل القادم أيضا وفي هذا الصدد حضرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتين كويتا سلامي من خطر توقف المساعدات الإنسانية إلى السودان الذي دخل منذ أشهر في أتون حرب طاحنة وأوضحت أن نحو 25 مليون سوداني أي نصف سكان البلاد يحتاجون حاليا إلى مساعدات إنسانية الوضع في السودان كارثي بعد ثمانية أشهر من بدء الصراع رغم الجهود الكبيرة والجريئة التي يبذلها المجتمع الإنساني والشركاء والوكلات على الأرض ما زلنا نواجه تحديات كبيرة لدينا حوالي 7 ملايين نازح في السودان وهذه أعلى حالة نزوح في العالم لذا نحن مرهقون من حيث قدرتنا على الاستجابة لعدد كبير للغاية من الاحتياجات في جميع المجالات نحن نتعامل مع نحو 24.7 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية لقد تمكننا حتى الآن من الوصول إلى حوالي 4 ملايين وهدفنا هو الوصول إلى حوالي 18 مليون ميزانيتنا الإجمالية تقارب 2.6 مليار دولار ولم نتلق حتى الآن سوى 38.6% من احتياجاتنا أعلنت خدمات الإسعاف تشيكية مقتل عشرة أشخاص في إطلاق نار في جامعة بالعاصمة براغ وإصابة نحو 30 آخرين قبل أن تتمكن الشرطة من قتل مرتكب الحادث وإخلاء المبنى من الطلبة والمدرسين وأفادت خدمة الطوارئ في براغ بأنه تم نشر عدد كبير من وحدات الإسعاف في الكلية مضيفة أن الإصابات تروحت بين خفيفة وخطيرة جدا وقد أغلقت الشرطة المنطقة وطلبت من الناس الذين يعيشون بالقرب منها البقاء في منازلهم وإليكم الآن هذه الأخبار القصيرة عاد الناخبون في الكونغو الديمقراطية إلى مراكز الاقتراع الخميس في اليوم الثاني من انتخابات رئاسية وبرلمانية اتسمت بمشكلات لوجستية كبيرة تسببت في عدم فتح بعض مراكز الاقتراع فتمددت ليوم واحد وتنتهي هذا اليوم ويخوض الرئيس فليكس تشيسيكيدي لانتخابات للفوز بولاية ثانية ويواجه ثمانية عشر منافسا بدأت الحكومة الأرجنتينية الجديدة للرئيس الليبرالي خافير ميلي في إعادة هيكلة الاقتصاد المنظم بشكل صارم وشمل ذلك إلغاء العديد من القوانين التي تنظم أسواق العمل والعقارات يأتي ذلك بينما خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع في العاصمة بوينيس آيريس في مسيرة سلمية للتعبير عن احتجاجهم على المسار الاقتصادي الليبرالي الجديد وصف وزير الخارجية الروسي سيرغيل فرو في اليوم القادة الألمان بأنهم لصوص بعد أن سئل في مؤتمر صحفي في تونس عن اقتراح ألماني بمصادرة الأصول الروسية المجمدة وقال ممثلوا للدعاء في ألمانيا أمس الأربعاء إنهم طلبوا مصادرة أكثر من 720 مليون يورو من الحساب البنكي لمؤسسة مالية روسية في فرانكفورت أعلنت السياسية الروسية إيكاتيرينا دونتسوفا ترشحها للانتخابات الرئاسية الروسية التي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس فلاديمير بوتين بولاية جديدة ويأتي ترشح دونتسوفا في ظل ظروف صعبة بعدما قمع الكريملين المعارضة هذا وقد أعربت دونتسوفا عن معارضتها للحرب الروسية في أوكرانيا إيكاتيرينا دونتسوفا تعتزم خوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل أمام فلاديمير بوتين كمرشحة مستقلة مناهضة للحرب الوضع في روسيا حاليا هو أن الأشخاص الذين يمكنهم تمثيل المواطنين ذوي الأراء والقيمة الديمقراطية في الانتخابات المقبلة إما في السجن أو تم تقييد حقوقهم أو يخضعون للمحاكمة الجنائية أو اختاروا الرحيل ومن هنا نشأت فكرة أنه لماذا لا يكون هناك رئيسة للبلاد كرمز للتسامح والود والمشاعر تقول دونتسوفا أنها تدريك مخاطر انتقاط الكريملين علنا وقد جار استجوابها بالفعل بشأن معارضاتها للحرب في أوكرانيا وبعد وقت قصير من دعوتها للتبرع لحملتها الاتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي حضرت التحويلات إلى حسابها المصرفي ورغم ذلك كان عليها أن تتصدى الإدعاءات بأنها عميلة للكريملين أو ما يسمى بمرشحة تفتيت الأصوات بحيث يمكنها كسب أصوات كانت ستذهب المعارضة الرئيسية أو أنها تعمل كورقة تود ديمقراطية لبوتين المحلل السياسي عباس غالياموف يرى أن لديها سجلا سياسيا جيدا في منطقتها حيث كانت عضوا في البرلمان المحلي ليس لدي أي سبب يجعلني أشك في إخلاص دونتسوفا فهي تتمتع بسمعة طيبة وأظهرت نفسها هناك كشخص طموح لديه أفكار صادقة وكشخص يهتم بتحقيق بعض القيم ويبتعد عن السياسة الانتهازية أغلب التوقعات تؤكد فوز فلاديمير بوتين بفترة ولاية جديدة ستكون فترة ولاية خامسة له وقد أعلن ترشحه بعدما وزع الأوسيمة العسكرية للربط ضمنا بين إعادة انتخابه والحرب ومع ذلك فإن مثل هذه الاستراتيجية يمكن أن تفشل في ظل وجود منافس يركز أيضا على الحرب حسب ما يقول عباس غالياموف يمكن أن تحصل على الكثير من الدعم والأصوات خاصة إذا حدثت انتكاسات على الجبات أثناء حملتها الانتخابية وهذا غير مستبعد وسيعني أن المشاعر المناهضة للحرب ستتزايد وسيذهب الناخبون الاحتجاجيون للتصويت لها يمكنها الاعتماد على الدعم المحلي في رجاف حيث صنعت اسمها كصحفية تلفزيونية لكنها غير معروفة نسبيا على مستوى البلاد لأن وسائل الأعلام الحكومية تتجاهلها ومن أجل الترشح تحتاج الدونتسوفا إلى جمع ثلاثمائة ألف تسكية من أربعين منطقة في روسيا وتقديمها خلال خمسة وأربعين يوما قد لا تكون الأفاق جيدة جدا لأننا جميعا نرى ما يحدث للأشخاص الذين يعلنون موقفهم بطريقة أو باخرى حيث يتم وصمهم بأنهم عملاء للخارج أو يتم ملاحقتهم جنائيا لكنني أود أن أؤمن بمصير أفضل في حال حدوث شيء من هذا القبيل فإن ذلك سيثبت أن السلطات الحالية تعاني من الضعف ولا يريدون إظهار ذلك وهي أن ترشحت رسميا لكن المراقبين يعتقدون أنه لا شك في فوز بوتين في الانتخابات وصلنا إلى ختم هذه النشرة إلى اللقاء